عايزة اعبر عن حبي وشعوري يعني وساعدتي بالكلام الجميل اللي دايما قبل ما نبتدي النهاردة بتكتبهولي في التعليقات بصوا جماعة الكلام الجميل اللي كله محبة انا يا مامة ياسمين بجد مش عارفة اشكرك ازاي انت كل حد بيكتبلي تعليق بيعبرلي فيه عن محبته بصوا كمان كمية التعليقات ايه كمال ده يعني انا عندي كينز يا جميع كينز 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 وبجد انا بشكر ربنا ان عطيني المحبة بتاعتكم الجميلة دي يلا بينا نبتدي بقى فكرة النهاردة فكرة روعة وجديدة وان شاء الله هتدوني عليها لايكات كتيرة وهتعجبكم وتقولولو برضو رأيكم في التعليقات زي ما انتو شايفين عندي سلك كهرباء دناشف شوية هقدر اتحكم وشكل فيه زي ما انا عايزة جبت لفة حلوة وكمان بلفة عليه زي ما انتو شايفين بالطريقة دي الخيوط الخيش بتاعتي طبعا ممكن تقدري تستغني عن خيوط الخيش بأي خيوط عندك مكرمية وحبل اي حاجة وكمان برضو تقدري تستغني عن السلك بحبل ناشف شوية زي ما انتو شايفين عملت كده حتة كبيرة دي حوالي اتنين متر بالزبط انا ايساها عشان اقول لكم وتقطعه على طول وهبتدي بعد ما لفتها اجيب ابرد كونفا يعني عينها كبيرة شوية وابتدي ألضم فيها حتة بتاعة تلاتة اربعة سنتي من خيوط الخيش اولها بس وابتدي ألف كده حلزون زي ما انتو شايفين ورا بعض واول صفين ابتدي ادخل بقى لضمة الخيط بتاعي وابتدي ادخل وطلع اربط كل صفين بالشكل اللي احنا شايفين خدوا بالكو عشان مش هعرف اشرح قوي بالكلام الا الطريقة العملية هتوضح جدا جدا الخطوات هي سهلة جدا وهرجع واقول اللايك مهم جدا عشان اقدر دايما اواصل وقدم لكم كل افكار جديدة زي ما انتو شايفين انا هنا الغرزة واحدة بواحدة كل صفين بشبكهم مع بعض وابدل بس الغرزة تبقى طلع نزلع عن الغرزة اللي جنبها وهكذا لغاية معمل زي ايه قعدة محكمة زي دي انا ابتديت في النص بواحدة بواحدة وبعد كده غيرت الغرزة زي ما انتو شايفينها خليتها ورا بعض يعني ممكن تقدر يتغير الغرزة بالتشكيل اللي ينسبك واللي يعجبك وكمان ممكن نغير لون خطر خيش ده على اساس مثلا ممكن يبقى لون ابيض او اي لون تيعجبك تاني ويدي تطش حلوة او زي ما انتو شايفين هنا برضو عملت يعني لفيت برضو شوية على قطعة سلك طويلة وابتديت اعمل زي سوستة زي ما انتو شايفين بالشكل ده ابتدي اعملي يعني زباطي مقاس اول واحدة وبعد كده كله هنتنيه وندمجه عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنسي الكهرباء لغاية الاخر لازم تبقى كله واحدة والتانية تبقى مقاسة تانية بالزبط كميلة اوي اوي واللزيزة نبتدي بقى ايه ندمجها ونشوف مقاسها تمام ولا لأ حوالين الاستنبا اللي احنا عملناها تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل تفنيش علي اوي وشكله لزيز ان احنا نوصل للبداية بالنهاية عشان ما تبقاش باينة وفيها كلكع خدوا بالكوا قوي قوي من الجزء ده بصوا كده الطريقة ابتدي اناسل وابتدي اشيل بالبنسة السلك وبعد كده اسحب الكوفر ده عند التحديد بتاعي وابتدي اعشق السلوك النحاس اللي هي الداخلية دي من جوا بعض والسلك ده ما موجود عند اي حد بيبيع اللومد والحاجات الكهرباء بقى المتر رخيص مش غالي يعني تقريبا خمسة ستة جنيه ما يزيدش ان شاء الله عن كده بس هاتو سمكة اللي هي نشفة شوية تقدروا تتحكموا فيها متبقاش مرنة عشان تخلي العمل بتاعكم قوي معاكم زي ما احنا شايفين حيط الضبل فيس لزقتهم في بعض اللي هي الشعيرات دي عشان برضو بتبقى محكمة وابتدي الف عليها كل الخيوط الخيش عايزين تلزقوا داخليا باي حاجة تانية اللي عندكم مشوه ولزقت اطراف الخيط بتاعي بالسوبر جلو عندك شمع ماشي اي لزق عندك هينفع بالذات الشمع والسوبر جلو هتوزز السوبر جلو كده عندكم يعني مش هتخصر معاكم وتنفعكم في الاشغال الحلوة دي ابتدي بقى اثبت يعني عايزة بقى اثبت القعدة في الصصة اللي احنا عملناها الجميلة دي ابتدي اجيب سلك الرباط الرباط الرفايا خالص الكيلو احنا قلنا رخيص جدا عند الموان عندي كيلو قاعد معي بقى له تلات سيني اطعت حيطة صغيرة وبتدقى يعني ايه يعني الفها مرتين تلاتة كده ونقفلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده ونضق عليها عشان تبقى متساوية واعمل في كل الزوايا دي اربطها في القعدة لغاية ما بقت معانا بصوا الوردة الجميلة دي دي اوحيت لي اسيبها كده كمان شكلها جميلة بس يلا برضو هنكمل عشان نوصل للشكل اللي انا عايزيه هنا لفت حتة كبيرة عبارة عن يعني خليت عريضة شوية عملت دابل اثنين سلك مع بعض عشان تبقى عريضة كده وتعالوا نشوف النهاية هتبقهم ما بين بعض ازاي كده واحدة عكس واحدة عشان يعني ايه يتعشقوا في بعض حال وكمان حتة سوبر جلو وابتدي ألف عليهم اللي ايه الخيط بتاعي وطبعا كنت واخد الكتر ده على قد الكتر يعني قلبتها على ضهرها كده على سطح على وشها سوري على سطح المكتب بتاعي عشان اخد الكتر بالضبط اللي انا عايزاه وبناء عليها عملنا القطار ده بصوا كمان يعني الحتة دي يعني انا يعني ما اتجروهاش اللي عايز يعمل العمل ده بازاي يعني نبص عليها قوي ونلاحظ التقفيل لان التقفيل ده بجد بقى أهم من الشغل نفسه عشان ما تفكش ويبقى الشكل جمالي حلو يعني انت ترضي عليه في الآخر بعد ما تطلعي خلاص الطرى بتاعتنا خلصت يعني قفلناها وشفنا خلاص التفنيش بتاع التقفيل نبتدي بقى ايه نشكلها باقي دينا عشان ما تبقاش فيها تعريج زجزجة خلاص حط برضو اللي احنا عملناها المرحلة الاولين ايه دي على وشها وحطتها تمام مدمجها كده عليها كده بقى شكلها معايا هبتدي أثبت عنده كل الزوايا دي برضو بسلكروباط بالشكل دي هي لفتين بس كفية حتى ما تعملوش عقدة عشان ما تعملش مشاكل في الآخر خالص وإحنا هنلف عليها لسه خيب كمان وبنسك الكهرباء نشيل الزيادة وندوس عليها شوية كده عشان تتعشق بزيادة وطبعا هكذا عند كل الزوايا حطيتوا اللايك وللأ يلا عشان نكمل كده الشغلين وحطوا اللايك شجعوني عايزة أفرح كده بكمية اللايكات على الفيديو الجميل ده جد فكرة جديدة اهي وخامات بسيطة ادي السوستة كمان عملت مرحلة تانية من السوستة يعني غير الاولانية بس أطور سنة ابتديت بقى اهي أفردها كده وابتديت أدمجها بالشكل ده حوالين القطار بتاع الدائرة بتاعتنا عشان تبقى عاملة كده بصوا كده تقريبا اتأكدت انها طولها تمام لو كانت عايزة أزيت من كده كنت طولت وهبتدي قبل ما أربط النهاية في البداية في النهاية هبتدي أربط زي ما انتو شايفين عشان يعني أحس ان القطر بتاعها جاي على قدها بالضبط وشيء زيادة في الآخر بقت معايا بالشكل ده وابتدي طبعا الطريقة احنا يعني عملناها قبل كده بس برضو هعدها لكم تاني عشان كل ساعات في بيبقى فيه يعني اختلاف شوي في اختلاف في ايه ان دي ممكن تبقى فيها زيادات زيادات قوي بزيادة فلو جتلكم حاجة زي كده نقص عادي بكل قلب ما فيش اي مشاكل لغاية ما تضلع يتساوى ببعض يبقى تضلع طول بعض وبرضو نشيل البلاستيك ونحدده وكله بقى ايه ده قررناه قبل كده في مشهد قبل كده اهي بالشكل ده بس بجد هي مهمة جدا 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 ونرجع نلف عليها تاني زي ما عملنا قبل كده بالخيش عليها ونثبته بالسوبر جلول بوريكم لغاية كده المرحلة كده تمام برضو عمل لها اطار كل زجزاج زي ده لازم يبقى فيه في اخره اطار خلصناه بالطريقة مفيش داعي انا اكرر عملناها قبل كده وابتدي بعد كده اجيب الخيوط اللي هي بتاعت التنجيد اللي هي البيضة دي ان شاء الله دي الخيوصة مش غالية خالص هتلقى عند اي حد بتاع خردوات بتاع خياطة وابتدي الف عليها بالشكل كمان موجودة في الاسواق بيطيروا بها الطيرات والحاجات دي بجيب عندي كمية كده واشيلهم للحاجات الجميلة دي بصوا بقى بعد ما دفناها على كل السلك والروباط اللي احنا عملناه ادي التططش لذيذ قوي وكنها مواريتها كده وكمان خليتها باحكام زيادة الحاجات اللي احنا بنعملها نعمل دلوقتي يد خدوا بالكم بتتعامل ازاي برضو من السلك ولف عليها بنفس الاسلوب بس عايز اقول لكم الحاجات دي فعلا باسعار خيالية انا مش عارفة ليه هي ممكن فعلا ان الشغل اليدوي بياخد وقت وياخد دقة وكمان التقفيل بس احنا مع بعض نقدر نعمل اي حاجة زي ما انتو شايفين الدراع انا بعمله ازاي سهل برضو جميل عملت واحد من هنا كده وقفلت بالشكل ده وعملت طبعا دراع من ناحة التانية ورجعت قفلت بسلك الروباط عشان برضو بيبقى محكم معانا ونبتدي بقى نقدمه اللايك فين يلا عايز اشوف اللايك حلو فرحوني كده لو فعلا عرفت افرحكم وقفتكم بالشغل بتاع النهاردة طبعا بوريكم بقدمها ازاي ينفع جدا للفواكه الشتوية الجميلة الكنتروب اللي هو بيبقى ليه اشرا الورانج اليوسفي موز لذيذة تفاصيلها جميلة انا عن نفسي عجباني موت كان نفسي ينفذ معاكم حاجة كده من زمان بصوا الوردة اللي تحت دي ومتحددة كده بمتقطشاط البيضة الدراع بيتقفل وبيتفتح كمان لذيذة جدا ومش بس تنفع للفاكهة العيش يعني فوتة بيضة من جوه كده بحطوا عيش على الصفرة حطوها على الصفرة للعيش لذيذة وكمان تنفع على الديكور تنفع على الديكور زي مثلا نعملها للزرع يعني ممكن الطارة اللي تحت دي تعرضوها شوية وتبقى طلعة زي مستقيمة مفهاش كيرفي كده ممكن تتعمل سبب غسيل لها افكار كتيرة جدا جدا اتمنى تكون فعلا نالت اعجابكم الفكرة بتاعت النهاردة استنى اشتراكاتكم الجميلة لدعم القناة واللايك واستنوني في افكار تانية حلوة كتير كنتم مع قناة ابتكرات نيرة ترجمة نانسي قنقر